عايزين نتكلم على مفهوم الإخلاص بشكل عام سواء في الدين أو في العمل ومفهوم بها الإخلاص من القرآن ومن السلطة النووية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ولا سيدنا رسول الله وبعد في البداية بحي حضرتكم على هذا الموضوع الهام باعتباره من الحاجات الأساسية في الواقع المعيش اللي احنا بنتعامل به مع بعضنا وبنحسن بها علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى الإخلاص كلمة مهمة جدا ربما بنشوفها على أنها عنوان كبير يعني مش عارفين نوصله وصعب علينا الإخلاص هو أن الإنسان مننا يستشعر رقابة ربنا عليه في كل حاجة ويؤدي كل حاجة بيعملها لله سبحانه وتعالى يعني سواء كان عبادة أو عمل أو معاملة بيعملها لله سبحانه وتعالى بعيدا عن رقابة فلان أو عن رؤية فلان أو غير ذلك وده مفهوم كبير شوية ربنا سبحانه وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين فالحياة بما فيها كلها لله سبحانه وتعالى سواء الصلاة أو العبادة عموما والحياة بالعمل والنوم والأكل والشرب وكل التفاصيل لله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالإخلاص هو إن الإنسان ينسى إن البشر متابعينه أو شايفينه ويستشعر مراقبة ربنا سبحانه وتعالى يحضرني يا فضلت الشيخ حديث أو الحدثة اللي حصلت له صلي فإنك لم تصلي لما أمر رسول صلى الله عليه وسلم أحدا للصحابة أنه يعيد صلاته منه أكثر من مرة وفي كل مرة يقول له صلي فإنك لم تصلي وكثير من النصوص اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر وحض على الإخلاص وقال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه الكريم وربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية أنه هانا عن الشرك والشرك بمفهوم شرك الأصغر بمفهوم اللي أحنا نتكلم عليه هو إن إحنا نعمل حاجة لحد تاني غير ربنا لأي حد تاني غير ربنا أو لأي غرض تاني غير ربنا سواء كان الغرض دارياء عشان خاطر الناس تنظر لي أو سمعة أو شهرة أو حاجة يعني أنا عايز بيها مقصد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدا ده الإنسان يوصل له إزاي؟ يوصل له بأن يجاهد نفسه سيدنا الفضائي ابن عياط بيقول العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء والإخلاص أن يعافيك الله منهما وترك العمل لأجل الناس رياء إن الواحد أنا مش هعمل دي عشان خاطر الناس ما تقولش علي هو الإنسان يتحرر من رقبة الناس يعبد ربنا سبحانه وتعالى على إنه أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو ده مفهوم الإخلاص إن ربنا شايفني في كل لحظة شايفني؟ فإذا كان البشر مش متابعيني ومش شايفيني ومش أخدين بالهم مني فربنا سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى